شكرا جمانا مساء الخير لكل متابعي قناة ومنصة المشهد ما تزال التغطية مستمرة لأخبار الحرب على غزة وهناك مجموعة من التطورات التي طرأت على هذا اليوم منها عدم تمديد الهدنة التي كانت قد تمت بين إسرائيل وحماس وهناك قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة في جولة سريعة على أبرز الأخبار في موقع المشهد نبدأ مع التغطية الخاصة والتي حملت عنوان قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة نستعرض سريعا أبرز العناوين على هذه التغطية نبدأ مع خبر توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي قيادي في حزب الله المستجدات في غزة يمكن أن تؤثر على لبنان أيضا الإذاعة الرسمية الفلسطينية مقتلوا 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة يأسف بشدة لانهيار الهدنة في غزة وفي عرض سريع أيضا لأبرز العناوين الأنوروة تحذر من نزوح مليون لاجئ من غزة إلى الحدود المصرية في الخبر الأخير في هذه التغطية الخاصة على موقع المشهد اليونسيف يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وأي تخاذلين في ذلك هو موافقة على قتل الأطفال إذن بالإضافة إلى هذا العرض السريع وجولة السريعة حول أبرز الأخبار في موقع المشهد هناك مجموعة من التقارير الخاصة التي أعدها الزملاء في الموقع التقرير الأول بعنوان ماذا بعد استئناف القتال في غزة يصلت التقرير الضوء على مآلات الحرب إلى أن تذهب وهل ينجح وسط التفاوض بإرساء الهدنة وتحقيق الهدف بضمان وقف كامل أو مؤقت لإطلاق النار أو أن الحرب سيطول أمدها كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو باستمرار القتال حتى القضاء على حماس التقرير الثاني بعنوان إلى أي حد تدعم تركيا حماس في حربها يتناول التقرير الموقف التركي تجاه حماس وتحليل لخطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قال فيه أن أنقرة ستكون ضامنة في غزة بعد الحرب خصوصا في ظل الضغط الأمريكي على وقف تمويل الحركة في تركيا إذن كانت هذه جولة سريعة لأبرز الأخبار على موقع المشهد وأيضا التغطية مستمرة لكل جديد عود إليك جمانا